لذلك لما ركب ابن سيرين الدين وأفلس في آخر حياته فحبس بسبب هذا الدين فقال إني لأعرف الذنب الذي أصابني به اسمعوا عباد الله بعد أربعين سنة قال إني لأعرف الذنب الذي أصابني به لقد عيرت رجلا منذ أربعين سنة فقلت له يا مفلس قال له يا مفلس فأفلس ابن سيرين وحبس إذا ما الدهر جر على أناس كلاك له أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا وكذا الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا لذلك أعلموا يقينا عباد الله والله أن من شمت شمت به ومن عاب عيب عليه ومن استهزأ استهزئ به ومن سخر سخر منه كما قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وأنا لا أدري والله كيف يشمت بالآخرين من يعلم أن الأيام دول كيف يشمت بالآخرين من يعلم أن الدهر قلب مقبل له ومدبر كيف يشمت بالآخرين من يعلم أن الأيام آخذة المعطية يوم سرور ويوم كدر كيف يشمت بالآخرين من يعلم أن الزمان يومان يوم لك ويوم عليك فكما تدين تدان وإلا أخبروه عباد الله كم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى وكم من عزيز ذل وكم من ذليل عز وكم من معافف تلي وكم من مبتلى عوفي كذلك جرت سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول لتركبن طبقا عن طبق